فالجيل الثاني هو اللي بيسأل بيسأله عبدالله ابن مسعود قولوا لنا سيدنا عبدالله قلت بتستقبلوا رمضان ازاي با رمضان جانا وفرحناه وبعد غيابه بتستقبلوا ازاي رمضان يعني وفيه ناس بتستقبل رمضان ها وانا هقول الكلام واللي يزعل بيزعل من الحق مسلسلتك عندنا وفيه ناس بيستقبلوا رمضان تراوحك عندنا ذكر تلاوة قرآن اللي بيزعل من الحق بيزعل من ربنا فيه ناس بالنسبة لها رمضان شهر الذكر والتلاوة والعبادة والروحانيات والرقائق وفيه ناس بالنسبة لها رمضان افرح بشبابك وتهنى يلا الشياطين تشتغل والشيشة الرمضانية والخيمة انا مش عارف عايز اعرف ايه علاقة رمضان بالشيشة ايه علاقته بالشيشة يعني سمتوها شيشة رمضانية ليه يعني الجامل والخيمة الرمضانية والخيمة الرمضانية والخيبة الرمضانية والفوزير الرمضاني ما الرمضان وما الكلام ده يعني انت بتنتقد ايه يا شيخ انا بنتقدش حاجة انا بتكلم دلوقتي على رمضان بتاعنا اللي القرآن هقوله دلوقتي اللي القرآن اتحدث عن رمضان واللي السنة اتحدثت عن رمضان واللي الصحابة كلمونا عن رمضان